والمزيد يضم إلينا هاتفية من كوبنهاجن أستاذ إبراهيم محمد المحل الأسيسي أهلا بك أستاذ إبراهيم مرحبا بك سلامة أهلا بك أستاذ إبراهيم هل تتوقع استجابة تركيا للضغوط الأوروبية والدولية لوقف عمليات الحفر والتنقيب؟ يعني تمرت تركيا وعنجهيتها بهذا الشكل الحقيقة لم توقفوا هذه التصريحات الأوروبية ولا الأمريكية يعني تركيا الآن بحاجة إلى موقف صارم من الدول الأوروبية وقبل ما يكون الموقف من الدول الأوروبية يجب أن يكون هناك موقف أيضا من الدول العربية لأن المقصود دائما فعلا هو المنطقة العربية من تمدد أردوغان يعني صمت العربي صمت جمال العربية وحتى أوروبا عن ممارسات أردوغان في الشمال السوري وفي العراق وفي السودان وفي قطر وفي ليبيا يعني هذا يؤهله أو يعني يجعله يتمادأ أكثر ليس فقط في قبرص يعني الآن هو يعني فعلا يتجاوز القانون الدولي فيما يقوم به من أعبال تنقيب في شرق المتوسط يعني هذا تعدي وتحدي للإرادة الدولية قبل أن يكون للإرادة الأقليمية يعني ما يقوم به من الممارسات في إدلب الآن مثلا الآن يعني كل ما يقوم به في إدلب وفي عفرين يعني هناك مناطق لن أستطيع أن نعدهم أن نحفاهم فعلا الآن يعني تركيا أصبحت دولة معرقة وخطيرة على كل العالم أصبحت دولة معرقة وخطيرة على كل العالم